بسم الله الرحمن الرحيم هذا اليوم الحادي عشر من الشهر الرابع من عام ثلاثة أربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتابي تفسير السعدي رحمه الله وكتاب عمدة الأحكام المقدسي رحمه الله سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وخيرا وتوفيقا ورحمة منك ورضوانا اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله الحاضرين والسامعين والمتابعين في الملأ الأعلى عنده بمنه مكرم نعم آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآية يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيمشون بنورهم وأيمانهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب أحسنت هذه الآية هي الآية الثانية عشر من شورة الحبيب وقبلها آية الإقرار من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وإنما قصدت الربط بين الآيتين لنعرف مناسبة الآيات لما بينها ما بعدها وما قبلها وهذا علم مهم من علوم القرآن علم المناسبة بين السور وبين الآيات في الآية السابقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عرفنا أن هذه الآية أصل عظيم في الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل وأن في ذلك الأجر العظيم والمضاعفة الكبيرة وهذا دافع إلى بذل الإنسان ما يستطيع من ماله وأموره الأخرى ليس المال الإقراض فقط بالمال بل حتى الجاه والشفاعة وكل ما ينفع الناس من أمر حسي أو معنوي فهو مرغب فيه وإن كان في الظاهر والمتبادر أنه يعود إلى الإنفاق في المع قوله تعالى فيضاعفه له عرفنا أن في هذه الكلمة واللفظة أربع قراءات فيضاعفه بالفتح بالنصب له فيضاعفه له بالضم فيضاعفه له بالقصر والنصب توجيه القراءات هذه فيضاعفه له بالرفع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاءت هذه في جواب الفاء وجواب الفاء هنا لفظي عطفا على يقرضو والعطف على المرفوع مرفوع من ذا الذي يقرضوه الله قرضا فيضاعفه له وله أجر كريم ومثله فيضاعفه هذا بالضم أما النصب فعلى أن جواب الفاء المعنى المعنى وليس اللف ويجوز في هذا عند النحات يجوز هذان الوجهان ولك أن تقول إن جئتني فأكرمك أو إن جئتني فأكرمك كلاهما على وجهين مشهورين بل وهذه القراءات متواترة ولها حظ من المعنى فيضاعفه له وله أجر كريم وله هنا اسم الإشارة للمقرر الذي يقرض الله قرضا حسنا يبشر بالمضاعفة إلى سبعين إلى سبعمائة إلى سبعة ألاف إلى أضعاف كثيرة وله أجر ووصف الأجر بأنه كريم وتلك غاية في الترغيب في الإقراض والإنفاق والله هو الكريم وعطاؤه كريم نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بعفوه وعافيته ورضوانه وجنته ووالدينها والمسلمين ثم قال يوم ترى مناسبة هذه الآية لما قبلها هذه المضاعفة وهذا الأجر الكريم وهذا الأجر الكريم متى تكون يوم ترى واضح المناسبة ويجوز أنها تكون استئنافا بمعنى واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم واضح المناسبة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم متى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الظرف يوم ظرف الزمان يوم منصوب منصوب بإغمار أذكر يوم ترى أو متى يوم ترى فهذا سبب نصبها وإذا قلنا أذكر يوم ترى معناها تفخيم وتعظيم ذلك اليوم العظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم عظيم تفخيم لذلك اليوم وهيبته وروعته ولوعته ويجوز وهنا يأتي قوة وجه المناسبة لما قبلها فله يضاعف فيضاعفه له وله أجر كريم يعني مرتبط بيوم ترى كما قلنا في أول الدرس يوم ترى ارتباطها بكريم له أجر كريم يوم ترى أو فيضاعفه متى يضاعفه يوم ترى أو بالعامل في فلهم أو فله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات وهو استقرار ذلك الأمر من المخاطب في يوم ترى وجهاني للمفسرين إما أن يكون المخاطب هو ما أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون المخاطب مطلق المخاطب عموم المخاطبين من يقرؤون هذا القرآن من الناس والمكلثين يوم ترى يوم ترى الخطاب لكل من يصلح أن يكون الخطاب له ممن أنزل عليه القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن خطب بالقرآن من العرب الذين كانوا ذلك الوقت أو إلى قيام الساعة فالأمر متحقق يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فضيلة الإيمان مكانة الإيمان ما ترى أي حتى المسلمين والمسلمات هنا التعبير بالإيمان أقوى وأعمق لأن الإيمان يجمع أيضا بين العمل القلبي والعمل البدني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهو دليل على أهمية الإيمان وتأكيده وأن هذا النور مخصوص بأهل الإيمان من المؤمنين والمؤمناءات يسعى نورهم جملة حالية حالة كونهم والحال أنهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم النور هنا هو النور الحسي والنور المعنوي نور الإيمان الذي ينبثق منه النور الحسي والضياء الذي يرى ولهذا قال يوم ترى وإذا قيل ترى فإنه ينطلق إلى الشيء المحسوس ولهذا تقول ترى القمر ترى الشمس ترى الهلال الشيء المحسوس وإن كان الشيء المعنوي أيضا يرى في خيره وبركته وفضله ولهذا نحن وأهل الآخرة وأهل الجنة وأهل الإيمان يرون هذا النور خيرا لهم في دنياهم ونورا يضيء مسيرتهم في حياتهم وكذلك في آخرتهم نورهم يسعى ترى التعبير بيسعى ما قال يظهر يبين يمشي لا يسعى السعي المشي السريع ترى الفرق بين الطواف والسعي السنة في السعي أن يكون مشيا سريعا أسرع من الطواف إلا في الرمل وكذلك حتى بين العلمين في المسعى يكون أسرع هذا هو السعي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة امشوا لا يسعوا يعني يسعوا من باب الحث على الاستعجال لأداء الصلاة ليس من مثلا الإسراع أو العجلة المذمومة في المشي يمشون على الأرض هون لكن العجلة هنا بمعنى السعي الحثيث الاهتمام الاهتمام بالشيء يجعلك تبكر إليه وتسعى إلى تحقيقه والمراد أي واذكر أيها المخاطب وقت رؤية المؤمنين والمؤمنات على الصراط وهو يوم القيام حال كونهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نور إيمانهم وطاعتهم وكما قال المصنف رحمه الله فيما سمعنا أن حالة القيامة حالة من طمس النجوم وتكوير الشمس والانفطار للسماء وحالة الظلمة الذي يعني لا تضيء فيه إلا أعمال الإنسان بنورها وطاعتها نسأل الله الكريم من فضله فهو نور السماوات والأرض بين أيديهم وبأيمانهم هنا الحاجة إلى الضياء الحاجة إلى النور كما أن الكافر في المؤمن يعيش الظلمة ظلمة الكفر وإن كان يرى النور الحسي لكنه لا ينفعه ولهذا قلوبهم في ظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهنا تأتي أهمية الإيمان أهمية العمل الصالح أهمية القرآن فالقرآن نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بين أيديهم بين أيديهم وبأيمانهم جمع يمين أيمانهم جمع يمين أيمان المؤمنين اللي هي الجارحة اليد اليمنى جمع يمين بمعنى الجارحة والمرادون اليد اليمنى الجهة اليمنى لأن أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين والعياذ بالله أصحاب النار هم أصحاب الشمع لكن هل يعني هذا بالمفهوم أنهم لا يرون نورهم من الشمال لا وهنا سيأتينا الآن لماذا لم يعبر بالشمال لأنه إذا أريد الأيمان فإنه يدخل فيها عموم الجوارح وعموم البدن وعموم ما بين أيديهم ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وهم الحاجة إلى النور تكون بين يدي الإنسان بيمينه ولم يعبر بشمالهم لأن النور إذا كان باليمين شمل اليمين والشمال والجهة اليمنى والجهة الأخرى بل والنور والنور في المكان كله وهذا هو نور الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم جهة اليمين بين أيضا ظرف للسعي يسعى نورهم بين قال قال أهل العلم يكون النور بين أيديهم وبأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمال هنا مضمر وخص النور بين الأيدي بالذكر لأنه موضح حاجة الإنسان إلى النور وخص ذكر جهة اليمين تشريفا لليمين وناب ذلك مناب أن يقول ومن جميع جهاتهم لأن النور نور قوة الإيمان وقوة نور الإيمان تعم المكان كله وقال بعض المفسرين خصة الأيمان لأنهم هم أهل اليمين وجهة اليمين والجنة طريقها اليمين وتجاه أهلها اليمين وطريق أهل النار والعياذ بالله الشمال والمشأمة وفي الحديث بين أنا على حوضي أنادي هلم إذا أناس أخذوا ذات الشمال شوف حرموا حرموا النور وحرموا ورود الحوض وحرموا ورود الحوض فاختلجوا قال عليه الصلاة والسلام فاختلجوا دوني فأنادي ألا هلم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا هذا معنى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فالنور بين النور يكون بأيمانهم والذي بين أيديهم هو ضوء وضياء ذلك النور المنبسط من وقيل الباء هنا بمعنى عن يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم كما قال في آية العذاب وهو أبلغ هناك يوم يأتيهم العذاب من بين أيديهم في الشيطان ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وقال بعض المفسرين وإنما قال بين أيديهم وبأيمانهم لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وبأيمانهم القراءات في قوله وبأيمانهم قرأ الجمهور بأيمانهم بفتح الهمزة على أنها جمع يمين وقرأ وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بكسر الهمزة وهو واضح اللي هو الإيمان وعطف هذا المصدر على الظرف لأن الظرف متعلق بمحذوف أي كائنا بين أيديهم وكائنا بسبب إيمانهم والمراد بالإيمان ضد الكفر وقيل هو القرآن وفي هذا أهمية الإيمان وتحقيق أركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمان هل يكتفى بذلك بهذا النور على مكانته إلا أنه أيضا ينادون بالبشريات والبشرة وهذه المنهجية في البشرة من فضائل ومكارم الإيمان والله عز وجل هو الذي يبشر عباده فبشر عبادي والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء يبشرون المؤمنين والملائكة تبشر أهل الجنة وهكذا المؤمن الأصل فيها أنه يبشر والناس مجبولون على حب البشائر ولهذا هنيئا للمسلم المبشر الذي دائما يبشر الناس بالخير والأجر وأيضا الإنسان حينما يرى وهو في حياته العملية والإدارية المسؤول يبشر مثلا بترقية يبشر بجائزة يبشر تجد هذا الأثر الكبير في نفس العاملين بينما لما عمل أهل الإيمان في الدنيا كانوا مستحقين للبشارة في الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وهكذا في بشائر الملائكة للمؤمنين عند الجنة وعند دخول الجنة وهكذا الأصل في المؤمن ولا ينافي البشارة النذارة لغير المؤمنين ومثل في الدنيا النذارة للمقصر أو للمتساهل أو للعاصي تقول لهم الملائكة بشراكم بعد هذا النور الذي تعيشون بشراكم أي ما تبشرون به اليوم جنات وهذا أعظم النعيم بساتين بشراكم دخول الجنات فحذف المضاف بشراكم اليوم دخول الجنات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذه الجنات من صفاتها أنها تجري وتسيل من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وقصورها الأنهار المعروفة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مماء غير آسم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا حال كونهم مع هذا الدخول وهذه البشرة وهذه البشائر في جريان الأنهار والقصور والبساتين الخلود فيها خالدين فيها وهذه نعمة إضافية على دخول على نعمة دخول الجنة كأن تدخل الشيء أو تذوق النعيم وتخرج منه ليس كما تعيشه وتخلد فيه وتستمر خالدين فيها أي في تلك الجنات ويأتي ذلك في بعض الآيات ويأتي إلا ما شاء الله وطريقة أهل العلم وأهل السنة والجماعة في الجمع بينها أنها على حسب درجات الإيمان الخلود الأبدي وإلا ما شاء الله في تحلة القسم ودخول من لم يمت من لم يتب على الإيمان من أرباب المعاصي فإنه يدخل النار وهو تحت مشيئة الله عز وجل يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها أما أهل الإيمان الخالص فلهم الخلود فيها في تلك الجنات ذلك ذلك اسم الإشارة ذلك أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة هو هو تلاحظون في القرآن يجي ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم لتأكيد ذلك الفوز الذي لا يقدر قدره حتى كأنه لا فوز غيره ولا اعتداد بما سواه لكونهم ظفروا بكل ما أرادوا ومعنى الآية الإجمالي أي أن لهم الأجر الكريم حين ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ما يكون سببا في نجاتهم من ظلمات يوم القيامة وهدايتهم إلى سبيل الجنة من العلوم التي كملوا بها أنفسهم في الدنيا كالاعتقاد الصحيح والإيمان والإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل واليوم الآخر والكتاب وخلع الأنداد والأوثان والقبور والعمل الصالح من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة التي زكوا بها أنفسهم والأخلاق والقيم التي بها أخبتوا لربهم وأنابوا إليه مع الإخلاص لله والإصابة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيمانهم تكون كتبهم كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله نسرورا وتقول لهم الملائكة أبشروا بجنات تجري من تحتها الأنهار جزاءا وفاقا لما قدمتم من صالح الأعمال وجهدتم به أنفسكم في ترك الشرك والآثام والمعاصي وكنتم تذكرون الله بالليل والناس نيام فطوبى لكم وهنيئا بما عملتم ونحو هذه الآية آيات عظيمة تكررت في القرآن في دخول الجنات وبشائر الملائكة قال تعالى في سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ذلك الخلود في الجنات الذي سمعتم به وسمعتم أوصافها هو النجاح والفوز العظيم الذي لا أعظم منه والذي كنتم تطلبونه بعد النجاة من عقاب الله هدايات الآيات في الآية الأولى أهمية الإقرار وبيان فضله من ذا الذي يقرض الله أهمية اشتراط الحسن في الإقرار فلا يكفي الإقرار مع السوء أو مع المن أو مع الأذى أو نحو ذلك أو في غير أعمال الخير والبر فإنه لا يكون قرضا حسن أيضا من الفوائد والأحكام والهدايات لهذه الآية فيضاعفه له الأجر العظيم المترتب على الإقرار والتعبير بإقراض الله وهو الكريم أنه لا أحد أفضل ثوابا وأعظم أجرا من إقراض الله جل وعلا وهو ماله والمال ماله لكنه في مجال الاختبار وفي مجال الحث وأن الأجر سيكون مضاعفا فيضاعفه له وله أجر كريم ثبوت الأجر وكرم ذلك الأجر من الكريم الأكرم تبارك وتعالى وفي حث على الإنفاق والبذل والإقراض في سبيل الله جل وعلا يوم ترى هذا الأجر الكريم سيتحقق في الدنيا وسيتحقق يوم ترى أولى الهدايات إثبات اليوم الآخر ويوم الجزاء والحساب وهم مقتضيات الإيمان وأركانه يوم ترى أنه لابد من بعث ونشور وحساب فيدخر فيه الأجر للمؤمنين وأيضا النار للكافرين ونعياذ بالله يوم ترى المؤمنين أهمية الإيمان للذكر وللأنثى والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كل هذه هدايات عظيمة في هذه الإثباتات الحسية والمعنوية من النور والبشرة والخلود والجنات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله الكريم من فضله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم تأكيد ذلك الفوز بهو وبالصفة وهي العظمة وهذا دافع إلى العمل للآخرة والعمل لهذه الجنة بتحقيق التوحيد والإيمان ولزوم السنة والحرص على النور في الدنيا وهو الإيمان والقرآن والعمل الصالح ليتحقق في ذلك وجزاء ذلك نور الآخرة بين الأيدي والأيمان بفضل الرحيم الرحمن ثم بسبب الإيمان وهكذا عشنا شيئا من نعيم أهل الجنة نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم فيها إخوانا على سرر متقابلين ووالدين والمسلمين الحديث لازلنا في حديث جابر في بيان الأوقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم والتسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس حسن المسائل التي ذكرناها في ثقه هذا الحديث مسألة الجمع بين حديث الإبراد وبين حديث كان يصلي الظهر بالهاجرة اللي هو حديث جابر في صلاة الظهر وقلنا وقلنا دائما للقاعدة الأصولية أن الجمع أولى من الترجيح وهذه المسالك التي ذكرها الأصوليون في الجمع بين الأدلة إذا كان ظاهرها التعار عندي حديث يصلي بالهاجرة وهي شدة الشمس وعندي حديث أبرد معناها أخيرها لما يبرد الوقت الجمع قلنا قبل أن نرجح إما حديث جابر أو حديث أبي هريرة نستطيع الجمع ومسلك الجمع أن نحمل حديث جابر على الجواز تصلي الظهر إما في أول وقتها أو في وسط وقتها أو تؤخر لنيل فضيلة الإبراد فيكون الإبراد سنة وأفضل في مسألة هنا تريد هل يمكن يجي واحد الآن والناس يأذن المؤذن الظهر ويصلون ويقول لا والله جالس في مكتب مثلا يقول لا والله أنا أبرد بالظهر هل له ذلك لا ليس له ذلك لأن صلاة الجماعة واجبة بل ذكر بعض العلم أنها شرط فلا تدرك سنة لترك أمر واجب فليتنبه لهذا وهذا من الفقه الذي قد يخفى على بعض الناس في الصلاة تصلى مع الجماعة مثل الحين صلاة العشاء أنت هو العشاء في أوله مرة والله طويل والسنة التأخير هل نقول والله لا أنا ببرد أو بأخر والسنة تأخير العشاء لا تسمع الأذان تقام الصلاة تبادل للصلاة مع الجماعة لكن هذا لو قدر الإنسان في سفر ولا مرخص له لمرض أو لحاجة عن صلاة الجماعة فله أن يدركها هذه الفقه إذن قاعدة الجمع بين النصوص أولى من الترجيح من ترجيح بعضها على بعض لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين وأما الترجيح فيه إعمال لدليل واحد وترك الدليل الأخر من المسائل حفظكم الله ورعاكم ونور وجوهكم ونظرها وإيانا وإياكم التعجيل بصلاة الفريضة في أول الوقت هل هو أفضل على الإطلاق؟ أو أن ما استثناه الشرع في التأخير كالإبراد في الظهر والتأخير لصلاة العشاء فالتأخير فيها أفضل؟ هل التعجيل المبادرة المسارعة للصلاة في أول الوقت أفضل؟ أو ما استثناه الشرع يظل على تأخيره وما عداه مما لم يستثنه الشرع فإن الأفضل في التعجيل هذه مسألة وفعلاً واردة ومهمة الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قوله قول الأول أن أفضل الوقت أوله مطلقا في الظهر وفي غير الظهر لماذا؟ الدليل الدليل حفظكم الله الآيات العامة في المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى العمل الصالح سابق وسارع وأقم الصلاة لذكري والاستعجال في أمور الخير والبر وعجلت إليك ربي لترضى ولأن الإنسان لا يدري إن لم يصلي في أول وقت فقد تخترمه المنية في وسطه أو في آخره فكونه مبادر لتبرأ ذمته من التكليف فهو أولى وهو قول القاسم ابن محمد وغيره من العلماء رحمهم الله ولكن نستطيع أن نناقش هذه الآيات في العامة في المبادرة والمسارعة فنقول إن هذه الآيات الكريمات التي ذكرتم صحيح الاستشهاد بها وهي تنص على الأفضلية لكن ورد بعض النصوص والأدلة وين يجي هنا المسلك الترجيح ومسلك الجمع ونحن نستطيع أن نجمع بين هذه الآيات وبين الأحاديث والأدلة التي تستثني التأخير لبعض الأوقات وعدم المبادرة في صلاتها في أول الوقت خذوا من القواعد الأصولية الآيات اللي ذكرتوها عامة وعندنا أدلة خاصة والقاعدة أن الخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام والمقيد مقدم على المطلق لأن في نوع خصوصية وتخصيص فلابد من مراعاتها فنجمع بين هذه الآيات العامة في الحث على الإسراع وما استثناه الشرع في أفضلية التأخير فإنه مخصص الأصل العموم وأصل العموم يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص وقد ورد المخصص كما في حديث الإبراد وكما في حديث تأخير العشاء إلى منتصف هذه قاعدة إذا عرفتها تسهل عليك كثير من الترجيحات وعند تعارض الأدلة ومن أدلتهم أنهم يستدلون بحديث لكنه لا يصح أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت مغفرة الله وآخر الوقت عفو الله شوف فرق بين فضل الله أو كرم الله وعطاؤه بينما في الأخير عفو كأن الإنسان قصر والوسط كذلك لأنه مغفرة فكأنه ارتكب شيئا يستحق أو يحتاج أن ينال فيه مغفرة الله وهذا الحديث لم يصحح الحفاظ وإن كان دارجا على ألسنت بعض الفقهة فإذا الصلاة في أول الوقت من أدلتهم أيضا أن الصلاة في أول الوقت أكثر مشقة ونصب عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون بيننا فيحادثنا ونحادثه ويلاطفنا ويلاطفه ونلاطفه فإذا سمع النداء قام عليه الصلاة والسلام هذا دليل على المبادرة والصلاة في أول الوقت وهذا أيضا يريد عليه ما قلنا في الأول أن هذا عام لكنه الذي بادر عليه الصلاة والسلام هو الذي أخر وهو الذي أبرد فيراء هذا الاستثناء وليست العبرة بالمشقة ليست العبرة بالمشقة مجردة يعني ليست المشقة علة لأنه قد نسى أنه يشق على نفسه فاعتبار المشقة المجردة ليس بمعتبر قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بالإبراد وأنه فعالة والتعليل بالمشقة مدفوع يعني مردود لأن المشقة ليست مبنية على الأفضلية فقد يصوم الإنسان يوم العيد ويشق على نفسه نقول هذا بعد مأجور لأجل المشقة لا المشقة المعتبرة هي ما كان على مقتبى الشرع وإلا كم كم يشق غير المسلمين أحيانا على أنفسهم في عبادات ليسوا فيها على دليل ولا على برهان فليس المشقة هي العدو وقد يكون الأخف الأفضل والمشقة ليست الأفضل خذ على سبيل المثال قصر الصلاة صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع في السفر لكن أربع فيها مشقة وثنتين أخف منها ومع ذلك كان الأفضل في الأخف وليس في الأشق ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحي من حديث أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان ما فيها مشقة فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أكثر من هذا الدعاء العظيم دائما لا تفتر ألسنتكم من ذكره قال العلامة العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان وعبادة ثقيلة على الإنسان على الإنسان خفيفة في الميزان التوحيد أثقل شيء في الميزان وهو أخف شيء على اللسان أشهد أن لا إله إلا الله قال محمد هذا كلمة التوحيد ومقتضياتها أدنى الأعمال الصالحة فهذه الكلمة مع أنها خفيفة على اللسان إلا أنها أفضل ما عليه الإنسان وما من به الرحمن والتفوه بالتوحيد أفضل من كل كلام القول الثاني أن التعجيل في أول الوقت أفضل إلا ما استثناه الشرع وهذا قول جمهوري أهل العلم وهو القول الراجل إن شاء الله لأن فيه جمعا بين الأدلة وإعمالا لها جميعا الإبراد بالظهر ومنه الإبراد بالظهر وتأخير العشاء والإسفار بالصبح إلى الحاجة ولهذا هنا صلىها بغلس وهو قول جمهور أهل العلم وأما الجواب عن الحديث فضيلة أول الوقت فإنها عامة وهذه مخصصة والخاص مقدم على العام كذا جماعة تمعي ولا نمتو ترنا بعد العشاء اليوم محنب بعد المغرب يمكن أنه يعني ويمكن الحمد لله ليل طويل الذي يترجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم لأنه قد تقرر في الأصول أن العام مقدم على الخاص ولا تعارض بين العام والخاص ولا بين المطلق والمقيم خذ فائدة أصولية الأصوليون يقدمون الخاص على العام لثلاثة أوجه الوجه الأول أن الخاص أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب إذا قلت لك أعطي الطلاب كلهم عطاء ولكن خص زيدا معناه زيد هذا من قده فهو مقدم على العام وأقوى في دلالة الخطاب والخصوصية بالتكليف والمطلوب الوجه الثاني أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله فهذا الذي قلت أعطي الطلاب كلهم ولم يعطي زيدا أبطل دلالة الخاص وعطلها والعام إذا عاد بالإبطال على الخاص فإنه لا يعمل به بل يعمل بالمخصص وإذا لم يرد مخصص فيبقى العموم على عمومه كمسائل يعني الصلاة في أول الوقت لكن ورد المخصص وقد يكون عند بعض المذاهب الفقهية يؤخرون مثلا صلاة العصل يستندون إلى بعض الآثار في هذا لكن الأصل أن نبقى على الخصوص إذا كان في دليل صحيح صريح معتبر قوي الدلالة سندا ومتناء الوجه الثالث أن العام ما ضعف إلا يمدخل عليه التخصيص أن ضعف العام بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف الخصوص بسبب صرفه عن ظاهره وهذه مسائل ينبغي أن تراعى عند معرفة العموم والخصوص مسألة خفيفة كذا نذكرها حتى ننتهي من حديث جابر إذا قلنا إن الأفضل في الفرائض صلاتها في أول الوقت إلا ما استثناه الشرع والاستثناء من الشرع في ثلاثة أوجه في الإبراد وفي الإسفار في الصبح وعند صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين طيب والنافلة يعني إذا صليت الفريضة عقبها بالراتبة ولا آخرها ها الجواب أنه يجري على النوافل ما يجري على الفرائض وإذا صح في الفريضة صح في النافلة من باب أولى فنقول لصيغة هذه القاعدة الأفضل في الفرائض والنوافل في الأعمال الصالحة فعلها في أول الوقت إلا ما استثناه الشارع بدليل صحيح صريح فيكون بعينه أي المستثنى مخصوصا من عموم الأدلة ويبقى ما لم يخص شف ما لم يخص الظهر خصا طيب والعصر ما ورد تخصيصا قوي صريح خلافا لمذهب أبي حنيف رحمه الله وإلا قول الجمهور على أنها تصل في أول وقت قال والمغرب إذا وجبت على طول يعني الموقت المغرب جدا ضيق والعشاء على حسب إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر ويدخل فيه حديث التأخير والفجر ورد فيه بغلس ورد فيه الإسفار لكن النوافل مثال لللي ورد فضل تأخيره الوتر هل الأفضل أنك إذا صليت العشاء تشفع توتر ولا الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل طيب القاعدة تقول أن الفرائض والنوافل تجري على الحكم سيان بس نقول أضف إلا ما استثناه الشرع وقد استثنا الشرع أفضلي التأخير قيام الليل مع الوتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فدل على أن آخر الليل أفضل وبوب عليه أبو عوانة باب فضل صلاة آخر الليل على أوله فهذا فيه دليل على استحباب التأخير فلا يخرم القاعدة لأنه خصوص اعتبر من العموم لدليل صحيح صريح وورد طبعا حديث حفظكم الله كما لا يخفى عليكم أنه أن أوتر قبل أن أنام من باب المبادرة فنجمع بينهما إن الذي يخشى ينام ما يقوم آخر الليل يقوم ما تيسر من أوله ويوتر أول الليل قبل أن ينام ومن يستطيع من الذين ينامون مبكرا يستطيع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل وبهذا يتضح الحمد لله الراجح في هذه المسألة صلاة الضحى صلاة الضحى من إن تبدأ من بعد طلوع الشمس من شروق الشمس يعني بربع ساعة ثلث ساعة إلى قرب الزوال قرب صلاة الظهر لكن كل هذا وقت جواز ورد حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من شدة الرمضة شر شدة الرمضة تكون في أول النهار ولا في عند الزوال تكون عند الظهر عند الزوال فدل على أن تأخير صلاة الضحى إلى الزوال أو قبل الزوال أفضل كذا لكن له أن يصليها من طلوع الشمس في ربع ساعة ثلث ساعة من ارتفاعها قيد رمح إلى الظهر وتأخيرها أفضل ومن صلىها في هذا أو ذاك فله الأجر وتأخيرها أو لا وهنا نعود إلى الإنسان بعض الناس يستغرقوا العمل مثلا الإداري أو كذا فما يمدي يصليها عند الظهر فيصليها مثلا في أول النهار وهذا لا بأس فيه وبعض الناس يفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق سموناها الشروق يمكن في الحجاز صلاة الشروق وفي عند النجد الإشراق سموناها الإشراق فهم يجلسون في المساجد أو المرأة في مصلاها حتى تشرق الشمس فتقوم تصلي ركعتين أو يقوم تصلي ركعتين فهذا على أجر عظيم لكن الصحيح أنه لا فرق هي صلاة الضحى وتأخيرها أفضل قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها والأفضل شوف كيف فقه الشيخ رحمه الله في جمعه بين الأدلة فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء نعم تأخير قضاء سنة الفجر لمن فاتته السنة في صلاة الفجر في راتبة الفجر تصلى قبل الوقت لكن من جاء وقد أقيمت الصلاة هل يصلي يقضي النافلة سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة ورد في هذا حديث قيس بن فهد قال أو قهد سليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم أكن ركعت الفجر فلما سلم سلمت معه ثم قمت فركعت ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينكر على فهذا دليل الإقرار لأنه قد تقرر في الأصول أن الإقرار حجة على الجواز طيب في حديث آخر يعارض ظاهرة هذا الحديث وهو الحديث الذي أخرجه ابن حبانة الصحيح وبوب الترمذي في سننه باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس روى الترمذي وابن حبانة والحاكم والبيهقي عن بشير ابن نعيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعته الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس نعم ففي هذا أمر واضح أنه يصليها بعد الشمس والقاعدة الجمع بين هذا الحديث وحديث الإقرار أن الإقرار مبني على الجواز وإن أخرها إلى طلوع الشمس فهو أفضل وبهذا تعلمنا من هذه القاعدة تخريج بعض الفروع الفقهية على قاعدة العموم والخصوص في مسائل التعارض والترجيح قال الشيخ عبد العزي من باز رحمه الله هو مخير إن شاء صلى الراتب بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى بعد طلوع الشمس وهو الأفضل لأنه قد صحى عن نبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا وهذا وبهذا نقول أيها الأخوة إن الأمر في السنن أمره واسع وخلاف العلماء في هذه المسائل ووجود بعض الأدلة التي ظاهرها التعارض فلا يثرب على العلماء في آخذ بهذا الحديث وآخذ بذاك ما تراه أن تراجح قد يراه غيرك مرجوحا وما تراه أفضل قد يراه غيرك من المذاهب مفضولاً فلا نشدد في مسائل السنن ومن السنة طلب الرفق بالناس أو تحقيق مصلحة شرعية في اجتماع القلوب والاعتصام وسلامة الصدور لأهل الإيمان بعضهم مع بعض ولو صليت خلف حنفي فأخر صلاة العصر ما دام في الوقت فانتظر حتى يصلي إذا صليت وراءه وقد سافرنا وسافرتم إلى بعض الدول التي على مذباب حنيفة فمثلاً يؤخرون الفجر طبعاً في حدود الوقت ويؤخرون العصر مع ذهن يصلي معهم لمصلحة جمع كلمة المسلمين وإذا جاء آمين عندهم وتخشى إن قول آمين يشوش عليهم فالسنة هل لا تقولها من السنة أحياناً ترك السنة لتحقيق مصلحة أكبر ولو صليت خلف شافعي يجهر بيئ البسملة في الصلاة لجهرت والأمر في هذا واسع وكله وارد وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم هذا هو الحقيقة المنهج في جمع الكلمة والنظر في مسائل الخلاف ورفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله ومن الخطأ الوقيعة بالعلمة السالفين أو المعاصرين من أجل اختلاف في رأي أو في مسألة مما يسوغ فيها الخلاف وهذا لا يفعله إلا من قل فقهه فلنحرص أيها الإخوة على هذه المسائل المهمة بل وهذا كله دليل على يسر الشريعة وسماحتها وتسامح أهل الإيمان قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لا سيما العلمة والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف وانا هنا عن المنكر عقد البخاري رحمه الله في الصحيح باباً وسمه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا قال وكان يحب التخفيف واليسر على الناس لا تنظر في معسر ولا منفر إلا أنه يخالف هدي الإسلام وهدي الإسلام ونبي الإسلام وسماحة الإسلام التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وبواب النووي في شرح صحيح نسلم باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير والتيسير حتى مع الكافر حتى مع الكافر ومع غير المسلم وما يعرف بالجدل حسن والحوار وأيضاً المناقشة والمناظرة بواب أبو عوانة في مستخرجه على مسلم باب بيان الخبر الموجب على الموجه لقتال المشركين وداعيهم من الإسلام أن ييسر في العرض عليهم ولا يشدد ويسكنهم ولا يفزعهم فينثرهم ولهذا سمحت الإسلام وقيمه في السلم وفي الحرب لا تقتلوا شيخاً ولا وليداً ولا امرأة ولا راهباً في صومعه ولا العباد كل ذلك من تيسير الإسلام فأين ذلك من تجاوز بعض من يحسبون ويحسبون على الإسلام بالعنف والإرهاب والتكفير والتقتيل والتفجير وذلك ليس في دين الله من شيء فليتنبه المسلم لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المعنى في غير ما موضع من الفتاوى قال وترك السنن والمستحبات في بعض الأحيان مراعاة للمصلحة الراجحة مما ينبغي العناية به ومن كلامه رحمه الله في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين أربعمائة وسبعة ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه وهذا من فقههم رضي الله عنهم وقال الخلاف شر ولا صليت في التراويح ورأى من يصلي إحدى عشرة ركعة أو من يصلي أكثر من ذلك فأنت على أجر وعلى خير انتهى كلامه رحمه الله وهذا ما عليه العلم من السلف والمعاصرين قال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الكبرى ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح ولكن هذا أيضا بضابط العالم الجليل الذي يقدر الأمور بقدرها وتوضع في نصابها ويقدر المصالح والمفاسد فيحث الناس على السنة ويرغبون فيها ولا ينساق وراء التوهمات والأدلة الضعيفة والأراء التي لا يعضدها دليل وإنما يبين ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن من فوائد الحديث مراعاة حال المأمومين في صلوات كلها فليخفث وهنا الذي ينبغي على الأئمة أن يتقوا الله في المأمومين فلا يثقلوا ولا يشقوا عليهم لا في الصلوات ولا في مقدار القراءة ولا في التسبيح ولا في الركوع ولا في السجود بل يخفف عليهم التخفيف الشرعي بالضوابط الشرعية وكذلك دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها وذلك لمراعاة الجماعة في الصلوات كالإبراد وصلاة العشاء هذا ما يسر الله إرادة من المسائل العلمية والفقهية في شرح حديث جابر رضي الله عنه وبذلك يتم الحديث عن مسائل وفقه هذا الحديث نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة إنه ذو الفضل والعطاء والمنة وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وأن يوفقهم لما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم وأن يوفق ولا تأمرنا لكل خير وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى ويعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا